اشتركوا في القناة غصت الحرب رغم أن في حياتي في طريقي معي تسير أمامي حين رد الصدى وجدتك إثماً أيها الطين فاستقل من عظامي واختبرني حين رد الصدى وجدتك إثماً أيها الطين فاستقل من عظامي واختبرني حكاية من رماد تبعث الضوء في تراب الأسام أو حنيناً لضبية تتمشى كل يوم على زجاج الركام أو حنيناً لطفلة تتمشى كل يوم على بقايا الركام داخل البوحي داخل البوحي كنت معناً رحيقاً خص بالدمع كل شعب عصامي أنت يا نفس لوحة لا أراها غير حزن يجول فوق الكلام الله بيت هناك قاس على الأحجار ألا تنطقاً قاس على الأحجار ألا تنطقاً وهي التي صانت لبيتك موثقة قاس عليك وأنت في تكوينها الأصل الذي يخشى بأن تتفرقا من للمدينة حين جف غناؤها وأنا بلا ناي أهي متمزقاً وأنا من الشباك وأنا من الشباك أنظر مرهقاً لهوا يودعني ويرحل مرهقاً أنا يبنى عازفة الكمنجة موعد للأرض والبارود شب لأخنقا أنا من أنا لهب القضية متنها دستورها الممتد فيها بيرقاً أنا من أنا لهب القضية متنها دستورها الممتد فيها بيرقاً ستضمه كفايا ضمة أم من وجدته في ساح الوداع معلقاً ستضمه وتقبل الدم مرة أخرى لينهض سقرها ويحلق يا أمه هيا لنصرخاً ربما يتحول الغضب المدوي زورقاً وجبت علينا الأغنيات فرددي هذا النشيد الحر كي نتألقاً ما قيمة الدم دون جلجلة الصدى إن مت صمتاً كان موتي ضيقاً ما قيمة الدم دون جلجلة الصدى إن مت صمتاً كان موتاً ضيقاً يا أيها المتوجعون فراشة تكفي لنبتكر الشموس ونشرقاً لا تحزني يا أرض فالشريان لا يفنى وأنت النبض هاماً تعلقاً لا تحزني يا أم إن القش عريرة في الحواس تصب وجهك شيقة أبناؤك اتفقوا أبناؤك اتفقوا فعاش غناؤهم عزفاً يفيض جلالة وتألقاً أبناؤك اتفقوا وعاش غناؤهم عزفاً يفيض جلالة وتألقاً أحرى بقلبك أن يسعى لها قدماً وأن تجود لكي تلقى الشموس دماً وأن تمد لها جسراً ضلوعك يا نداً تجشم معنى أن يكون كما ما زال صوتك فيهم رغم ما ارتكبوا من الأذى عبقرياً ينزف النغم والله والله ما زلت رغم البعد حارسها فولي وجهك شوقاً وابتكر قدم أجل مرير أجل مرير نزوح الروح عن وطن أجبت صرخته الحمراء معتصماً أنا ابن جرحك قلبي شاهد وله أن يحفظ العهد لا أن يخذل الذمماً هل لا ندمت هل لا ندمت على ما فات يا رجلاً من هول ما عاش رعباً يرتدي الألم هل لا ندمت هل لا ندمت على حلم صدحت به ولذت بالصمت كي لا تغضب الصنم هل لا كفاك هل لا كفاك فإني ثورة نزلت وحياً على الجرح دوني أجعل القمامة وفي وريد الدم الثوري معجزة كبرى تحتم ألا نصحب الندم بالله يا دار بالله يا دار ما أخبار ذاكرت بالله يا دار ما أخبار ذاكرت تلك التي لم تخن لحم ولا رحم وكيف حال دم لباك عن أمل ما زال في ساحة الأحرار مبتزمة أدري بأنك مثلي أدري بأنك مثلي تذرفين أسا على عذابين قلب الطفل بينهما هدمت أعلم أما الذكريات فبي تظل والحب في المشتاق ما هدم ترتد داخله الأصداء قاتلة وما رميت ولكن الحنين هدمت أعلم أما الذكريات فبي تظل والحب في المشتاق ما هدم ترتد داخله الأصداء قاتلة وما رميت ولكن الحنين رمى غنيت جرحك من حرية خذلت أجدد العهد لن أنسى الذي ظلم غنيت والصوت من عقد أردده وعالم البؤس جرما يدعي الصمم غنيت لبيت حرا من دمي وفمي من يستفز صد الصوت الذي كتما لا خوف لا صمت بعد الآن صل على الخوف الجنازة وقذف لا أنا حمما والتصفع الظلمة الحمقاء أنا أوان العزم فاشتد يعود الرجال أما بلى وربك بلى وربك شام النور مشرعة لك الذراعين فاقض الدين مقتحما وعانق الصبح مسكون بطلعته سيحضن الصبح من أوفى له القسم سيحضن الصبح من أوفى له القسم الثكالة إلى أمي وإلى كل ثكلاء في كل مكان فقدت فلدة كبدها الثكالة دعيني فهذه الروح ملت غيابها أسالتهم من حملتني عذابها ومالت عنادا عن توسل خاطري لتقتل في عز الشباب شبابها أتنسى الدماء الأرض كيف تجرأت على غدر من صانوا قديما ثيابها كأن بلاد العرب تنآت عمدا وإلا فكيف الصمت كان جوابها وباعت أخا في كفه راية العلا وظلت تراعي في الحنان ذئابها وباعت أخا في كفه راية العلا وظلت تراعي في الحنان ذئابها وغلقت الآذان عن كل صرخة مخافة أن تلقى قليلا عتابها وصار فداء الأرض عارا ووصمة وتهلكة لا يأمنون عقابها قفوا قفوا لشهيد تحت غيمة أمه تغسله بالدمع فالدهر رابها وتحمله من بعد تسع يمينها على كتف حتى تتم نصابها قفوا لشهيد تحت غيمة أمه تغسله بالدمع فالدهر رابها وتحمله من بعد تسع يمينها على كتف حتى تتم نصابها كأن شقوق الوجه قدس قديمة بها ندرة الفردوس تبدي ثوابها فصرخة ثكلا في القطاع لها صدا يزلزل هذا الكون مما أصابها كأن شقوق الوجه قدس قديمة بها ندرة الفردوس تبدي ثوابها فصرخة ثكلا في القطاع لها صدا تزلزل هذا الكون مما أصابها وصرخة ثكلا تشطر القلب أربعا على جسد روى مرارا ترابها وفي الصدرة العليا مقام لصبرها تهيأ بسم الله حين أجابها وأشرف من كل الزعامات أنها على الجسد العطري تتلو خطابها وفي الصدرة العليا مقام لصبرها تهيأ بسم الله حين أجابها وأشرف من كل الزعامات أنها على الجسد العطري تتلو خطابها ومن رفعة المجد البهي كرامة لها أن دار الخلد ترجو اقترابها وتسعى إليها باشتياق ولهفة فتجري لها الفردوس تفتح بابها بكائي على أم الشهيد أذابني بكائي على أم الشهيد أذابني أسن منذ ناداه الرحيل أذابها وطارت إلى الأقصى المحاصر مهجة تحني بأسرار الشهيد قبابها سلام على حر يقدم كله وأم على مثواه بلت حجابها سلام على حر يقدم كله وأم على مثواه بلت حجابها سلام على ضوء تجسد نجمة تزيل بصبح النصر عنا ضبابها سلام على أرض غدت قبلة الفدى بها ثلة للحق أهدت رقابها سلام على الشجعان في غزة التي على الهيبة الشماء ربت مهابها وكان ثبات المتعبين طعامها وكان بكاء الطيبين شرابها سلام على أمي سلام على أمي التي أنجبت فتى أعادت به الأعداء خوفا حسابها يزلزل أهل السبت إقدامه اللظاء ويوقظ في كل البقاع غضابها ويوقظ في كل البقاع غضابها ودبابة مهزومة تحت نعله محى بصلاة الليل فردا رهابها سلام على أمي التي أنجبت فتى أعادت به الأعداء خوفا حسابها يزلزل أهل السبت إقدامه اللظاء ويوقظ في كل البقاع غضابها ودبابة مهزومة تحت نعله محى بصلاة الليل فردا رهابها توعدها بالصبر وهي ذليلة فهاءت له الجنات حين استطابها نبي له ثلج يبرد قلبه وفي صدره نار فكيف تشابها نبي له ثلج يبرد قلبه وفي صدره نار فكيف تشابها وأقدس ما في النص هذا وأقدس ما في النص أن رحيله به خيبر في الأرض تلقى عذابها فيا أمي الثكلا فيا أمه الثكلا فيا أمنا الثكلا عزاؤك أنهم مصابيح تهدي للضياء كتابه خاتمة يقول لي الزمان أراك جرحا سيخذله ذوه ولا يصان وتهمتك البلاد كساكنيها فأنت بذنب قبلتها مدان وأنت بقهرها تحيا طويلا ليبكي فوق كفيك المكان فكن للحلم حارسه وسيفا يحن لظل عودته الحصان ستغتسل البلاد من المآسي أجل فلكل معجزة أذان شكرا لمسائك الموعود بالأشواق لمسائك الموعود بالأشواق للضحكة العليا لحلم عناقي للنور يسكب في عيونك صبوتي ويزيد في ولهي وفي إغراقي للقهوة السمرى لشاي خادر للخوخ للتفاح للدراقي للأغنيات تصب وحدك لحنها وأصبها في مسمع الآفاق لحكاية الأمواج لحكاية الأمواج كانت لؤلؤا وأنا أتيت بحجة الإملاقي للليل للسفر الطويل لطفلة شرقية ترتاح في أحداقي ولقلبك المجنون هل أبصرته ولقلبك المجنون هل أبصرته لأقول عن معناه بعض سياقي لصهيلك العربي جاء متمما لصهيلك العربي جاء متمما بشجونه لمواسم الإحراقي ولكلنا ينفي الضلوع خرسته ونزفت منه فصائد العشاقي يحكى بأن صبية في الأربعين من المجاز يحكى بأن صبية في الأربعين من المجاز الصمود تدك كل حصونها وتعيدا هيكلة النخيل إذا تناء باسمها تلك الصبية تلك الصبية ذاتها ترتاد شرفتها مراراً تطعم تطعم الشمس القريبة بعض حنطتها تلوح للضلال بزهوها وتمشط الوقت المرير بصبرها وتعيد أنسنة المساء صبية صبية في الأربعين صبية في الأربعين على حقيقتها تراودها الحكاية صبية في الأربعين على حقيقتها تراودها الحكاية والأساطير التي نبتت على أطرافها تراودها القبيلة تستبيح شغافها لكنها بالرغم من كل العذابات التي تعتادها ترتاح في الغيم البعيد وتستحم بضوئها كل القصائد والصور صبية في الأربعين صبية في الأربعين وحولها يجري الملائكة الصغار تهشهم عن عرشها ويحفها قوم هناك طيبون يحفها الأوغاد أيضاً تستفز بسمتها كل الشياطين الذين تواطأوا للنيل من ملكوتها هي تستفز حريرها لكنها أيضاً تكابد من طفى من جمرها صبية في الأربعين شهية كالحلم لكن لا تبين شكراً لكل الواقفين على الحياد شكراً لكل الواقفين على الحياد أمام جثتي المتينة شكراً لكل الصامتين أمام نعشي وأمام أشلاء المدينة شكراً لمن سحقوا غصون البرتقال ولوحوا بالسلم نادوا بالتريس والسكينة شكراً كثيراً شكراً كثيراً للذين تأنقوا في الدمع من حملوا المشاعر من أقاموا شاهداً للقبر من صنعوا مراسيم العزاء ومن أقاموا باسم موتي للكلام موائد الخوف العظيمة شكراً لأشكال الهزيمة كم شئت أن يتمهل الجلاد في قتلي كم شئت أن يتمهل الجلاد موتي واثقة ولكن الرصاصة لم تدع لي فرصة لعناق أمي أو لإلقاء السلام على أريكتي الصغيرة كم شئت أن أمضي لوحدي دون أي ضجة لكنهم قتلوا مع الآلاف حتى لم يعد للرقم أي تقيمة في دفتر التدوين كانوا في الإبادة حازمين ومنصفين كم شئت أن يتناقل الإعلام موتتي الأخيرة أن يقال بأنها رحلت لتبتاع الأمان لغزة وتكون قربانا لآلاف السنابل كم شئت أن أغدو بكل محطة خبرا فداء للبطولة والتواكل لكنهم كتبوا بأسفل سورتي هي لم تمت جراء غارتنا ولكن جوعها الممتد قاتل الآن الآن أمضي للجنان خفيفة كالنقش لا أخشى من البارود لا أخشى عواء الحرب في ليلي ولا أخشى تمزق إخوتي خلف التلال لأنهم صعدوا جميعا واحتفت بهم السماء الآن من فوق الغمام أقول للأرض الشهيدة شاحب وجه الحقيقة والذين يحدقون هناك في موتي ستغرقهم دمائي ستعافهم كل البلاد وسوف يحرقهم بكائي وسينزفون كما نزفت ويسقطون بالارتقاء شركاء في هذه الدعوة ثلاثة ابن خلدون في المقدمة والفيليسوف الإيطالي فيكو والكاتب الألماني مارتين حادير هؤلاء الثلاثة يتفقون وأنا معهم في أن الشعر والأدب والشعراء والأدباء هم بناة الفكر وصناع الحضارة وإذا أرادنا أن نصل إلى النهايات من هذه البدايات فأنا أحيل إلى بعض الأدباء الذين صنعوا نهضة في القرن العشرين أحيل إلى محمد الغزالي المعاصر أحيل إلى مصطفى صادق الرافع أحيل إلى الجواهر أحيل إلى بدر شاكر السياب هؤلاء كان لهم حضور خليل مطران كان لهم حضور صنع الأمة وبث فيها الروح من جديد ولولا مثل هؤلاء ولولا أمثالهم في أمتنا لوجدنا أنفسنا كحال الفرس وقد شهدوا إعدام بزر جمهر رمز العدالة في وقتهم ولما ناداهم الجلاد هل من شافع قال الجميع ماذا قال الجميع لا لا لو لا هؤلاء الأدباء والشعراء لقال الجميع في غزة للاحتلال نعم نعم هذا الذي لا يدركه من يناصبون الأدب والشعر الأداء هو الذي ينبغي أن نعلم فالأدب والشعر هو حارس الفكر وباني الوعي باني العقل عصر الدولة العباسية شهد نظرة حضاء شهد نهضة حضارية عظيمة من روادها يقول جعفر البرمكي عبد الحميد أصل وسهل ابن هارون فرع وابن المقفع ثمر هؤلاء الثلاثة هم الذين أنشوا بيت الحكمة هم الذين ترجموا العلوم وصنعوا لنا أدب الترجمة وليس هؤلاء فحسب فما بالكم بأديب الفقهاء وفقه الأدباء طبيب الفقهاء وفقه الأطباء يقول الفضل ابن البزاز شهدت مرة حدثا عجيبا عظيما بجوار الكعبة كنت أبحث في ذلك في ذلك الصباح عن أحمد بن حبل وأخيرا مررت بمجلس سفيان بن قيينة شيخ الشافعي فنظرت فما وجدت أحمد إمام المحدثين ثم مضيت فوجدت أحمد يجلس في مجلس أعرابي له جمة من هو ما أعرف فقلت يا إمام أتجلس في مجلس هذا الغلام وتترك مجلس سفيان بن عيينة فقال أحمد بن حبل أصمد وأجلس واستمع فجلست فلما انتهى المجلس قال يا غلام إن فاتك حديث حديث بعلو إسناد من مجلس سفيان بن عيينة وغيره أدركته بإسناد نازل وإن فاتك عقل هذا الفتى وأدبه فلن تجده إلى يوم القيامة من هذا الفتى أديب الفقهاء وفقه الأدباء الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه هذا الشافعي ومن قبله مالك هم الذين صنعوا الأدب في عصرهم على غرار بن المقفع وسهل بن هارون وعبد الحميد الكاتب ماذا فعل هؤلاء هؤلاء هم الذين أدبوا الملوك كان لكل ولي عهد إن صح التعبير مؤدب فالكسائي مؤدب والخلف الأحمر مؤدب مؤدب هؤلاء أدب وأولاد هارون الرشيد والإمام مالك مؤدب علمهم الأدب قال جعفر قال هارون علمهم الأدب يمجدوا وينجبوا علمهم الأدب يمجدوا وينجبوا هذه النهضة الحضارية التي شهدها العصر العباسي في بيت الحكمة في بغداد كان روادها عبد الحميد وسهل بن هارون وابن المقفع والثلاثة أدباء وإذا انتقلت إلى مراحل تالية من هذه العصور التي سبقت ووقفت على الحضارة وصناع الحضارة وصناع الفكر وبنات الفكر في عصر الأندلس في أدب الأندلس وجدت الكثير الذي لا تستطيع إحصاءه فوجدت شعراء الأندلس لسانا ينطق بحضارتها ورأيت أن الانقلاب الذي أحدثه الإسلام بالذات في الشعر والأدب هو انقلاب بنى المفكرين وصنع الحضارة فإذا كانت أغراض الشعر سابقا فيها ما فيها فإن الإسلام قد قلب الموازين وجعل من أغراض الشعر أغراضا هادفة وأغراضا عالية فهذا الوزير الذي قتل بزر جمهر لو أنه من عامة شباب غزة لقامت الدنيا وما قعدت وقد رأينا كيف أفاض العدالة على قومه فلما ناداهم الجلاد هل من شافع لبزر جمهر قال الجميع لا لا فلما كانت وكانت قد حضرت ابنة الوزير فأشارت إلي أشارت إلى هذه الوجوه وقالت ما كانت الحسناء ترفع سترها لو أن في هذه الجموع رجالها أنتم الذين تصنعون الرجال بفكركم ومن كانت دمشق ومن كانت حبيبته لاحظ كيف غير المفهوم ابن العم ومن كانت حبيبته دمشق دمشقا أن يتركها ويبحث عن عشقه لاحظ كيف غير المفهوم إذن صناعة المفاهيم صناعة المفكرين صناعة الحضارة كما الدعي ويدعي الثلاثة الذين ذكرتهم من المؤرخين والأدباء الحقيقة قام بها الشعراء وليست وهما أدعيه أو يدعيه فلان وعلان لماذا؟ لأن الذي تقوم عليه الحضارة هو الوعي وأنتم صناع الوعي وأنتم حراس الوعي فإذا كنا بشعرنا نحصن أبناءنا ونزرع فيهم هذه الثقة وهذه القوة ليجدوا في أنفسهم أنهم هم الذين سيقومون ببناء الوطن وأن الماء إذا صب على التراب غداطينا وأما الدم فإذا صب على التراب ماذا ينتج؟ وطن وطن الدم إذا صب على التراب ينتج وطن كلمات كل المعظم الكلمات أو الأشعار التي قلتها من كلام الشعراء الذين يحضرون مجلسنا هذا بالمناسبة لماذا أقول هذا؟ لأبرهن ولأدلل فالبينة على المدعي أنا أدعي أنكم بنات الفكر والصنع الحضارة فهذه الكلمات التي قلتها ومعظمها من كلامكم جمعتها عن قصد ولم أحتج بشعراء آخرين لأننا نحن الذين نبني المفكرين ونحن الذين نصنع الحضارة ما بال شمل شعوب الضادم صدعاً وكل هذه القوة بأيديها مبل شمل شعوب الضاد منصدعاً ليس هناك أي مبرر لأن يبقى الشعر حبيس هذه المجالس لابد أن ينطلق لماذا؟ ليصارع معاول تهدم الحضارة المعاول التي تهدم الحضارة وتسمم الفكر ما هي؟ عالم التفاهة عالم التفاهة عالم التفاهة الآن له ملايين المتابعين وهذا العالم هو الذي يهدم الفكر ويسمم يسمم الفكر ويهدم الحضارة ولكننا بما نقدم من فكر ناضج من روايات ومسرحيات و روايات الخيال العلمي كثير من القضايا التي ظهرت الآن في عالم التقنيات والرقميات كان مصدرها ملاحم وروايات من الخيال العلمي فابن المقفع لم يكن وحيد عصره وإنما جاء من بعده آخر أبدع في المقامات فكان للمقامة دور عظيم وإذا لم تكن للعقل وإذا لم تكن للفرد حرية في أن يقول وفي أن يفكر فمن أين يأتي الإبداع ومن أين تأتي الحضارة أنتم صناع الحرية فصناعة الحرية وكلمة الحق التي تبعث في الناس حس الشجاع لقول ما ينبغي أن يقال هذا هو المنطلق الذي نصل منه إلى بناة الفكر وصناع الحضارة أو نصل من خلاله من طريق بناة الفكر وصناع الحضارة إذن بناة الفكر وصناع الحضارة ليسوا شبابا يكتبون أشعارا أو روايات خيالية وإنما يستمدون قوتهم من حقيقة وجودهم من أثر وجودهم في هذه الحياة وإذا كانت اليوم أمتنا تعاني من الفق والجهل والمرض والاستبداد ففي هذه الأشعار كثير كثير من المعاني التي تصارع من الأدوية التي تقاوم هذه الأمراض فشعركم مضاد حيوي للفقر والجهل والمرض والاستبداد شعركم مضاد حيوي لعالم التفاهة الذي يصنعه اليوتيوبر فلان واليوتيوبر فلان هذه حقائق عندما نهملها ونرى أنفسنا صغارا ولا يصغي إلينا سوى بضعة أفراد نقزم من حقيقة بناة الفكر وصناع الحضارة الجهل والفقر والمرض والاستبداد والانقسام الانقسام في البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية ظاهرة خطيرة تهدد وجودنا من الذي يقاوم هذه الظاهرة بناة الفكر وصناع الحضارة هم الذين يقاومون هذه الظاهرة ما بال شمل شعوب الضادي من صدعاً ما بالهم رباه أدرك شعوب الضادي رباه لهم إن أهواءنا قد أصبحت شيعاً فمن علينا براع أن تترعاه راع يعيد إلى الإسلام سيرته يرعى بنيه وعين الله ترعاه وكل الشكر للجمعية الدولية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام على الحب يوم تشحض من أدماه قتيلاً على يد عصر الكراهة غازي البرايا سلام على الشعر يوم غدت دم حبراً وصارت دوات الكتابة جمجمة والأماني منايا سلام عليك جمال الوجود تدنست بالقبح يغزو جميع المرايا سلام على الشعر والحسن لشاعر يسكنه ناقد لم تصدرها جهة حكومية ما بين حاء وباء رحلة ابتدأت لا مرفأ دون موتي عنده أقفه إني تأبط أوراقاً تصع لك كي يختط بصمة روحي حيث أختلف ولم أزل وطني عبءاً على كتفي خرائط العرباء لنجفوا أبني بشعري فلسطين القصيدة هل يا مقدس الروحي نذر الروحي ينعزف ولي وجوه لي أوجه كتبتني لم تمت أبداً قصائدي متحف تحيا به التحف ولي قواف تصلي ولي قواف تصلي ملأ أحرفها على نبي لها في الحب معتكف على ذلك لقصائد صلوات القوافي سنأخذ مقطعاً من قصيدة محمد معجزة فصحى ميماك مجد ومدح حمدك الحاء ودالك الدين والدنيا لمن شاء محمد محمد مجمع الأسرار ملهمها تباركت منك أفعال وأسماء يا سيد الحرف هب سر البلاغة لي في الضاد من ألف ما حدها ياء كي أنتهي فيك مدحاً حيث لا أحد يرقى فمدحك معراج وإسراء كل المدائح إلا فيك جعجعة كل المجازات إلا فيك عرشاء يا سيدرة المنتهى في الفضل يا قمراً له على منتهى العلياء علياء ليت النجوم ليت النجوم ليت النجوم تدلت فيك أنظمها فأنت في لغة الأضواء أضواء ليت الظهور استحالت في يدي لغة يبيض ودحك فيها وهي خضراء صلت عليك القوافي ملأ أحرفها صلت عليك القوافي قاتل الله الهواتف صلت عليك صلت عليك القوافي ملأ أخير إلى آخر القصيد حلاك من بصمة روحي التي أزعم فيها أن لبصمة روح لا تشبه بصمة الآخرين أقول لمن القصائد ربعاً القصيدة بعنوان معلقات الغيب لأن لكل شاعر معلقات تنتظره إن هو قصدها ولم يعبه بمعلقات الآخرين لمن القصائد بالبهى تتوضأ وبظل سدرة منتهاه تفيأ ما ساقطت رطباً على من هزها أعذاقها عن قاط فيها تربأ حامد شياطين القصائد حولها لم يغوها الضليل والمتنبئ لمن؟ تلك القصائد لي أنا وأنا لها أزلاً تهيأ لي لها أتهيأ غلت تبرج في الغيوب معلقات للفتلات تغني تفتأ حتى أولدت فيال صرخة مولد إقاعها كانت به تتنبأ لم كانت به تتنبأ ليست تلكأ إن أقول هيتاً لها وإذا دعتني هيتا لا أتلكأ للناس شعرهم ولي شعري فهل عن ديني لا تي في القوافي أصبأ لا الآن نرتفع إلى غزة قصيدة بعنوان حارق العنقاء في الطوفان أنا هاهنا في غزة عنواني فوق الثراء تحت الثراء صياني للحب أو للحرب منذور أنا ذكلاهما لحقيقة وجهاني إني إني محب للحياة بعزة وأموت بالإخواني وإخواني لا شيء يؤنس يونس المنبوذ في ملئين سوى يقطينة الإيمان لا خبزة إلا العزة لا حلوى سوى التقوى أنا الغزي كيف تراني سقط القناع فغزة انكشفت خصيف التوت عن سوآت كل جبان فإذا بآدم ليس آدم إنما قابل ما تضميره الإنسان والحق والمعنى شهيد غزة غرق ببحر الصمت والهليان تحتل أرضي والسماء مظلة لإبادة الحيوان للإنسان أنظل إلي فإن روحي عسكر والفرد جمع والحياة معاني يا أيها الملأ النزيف حياؤه تبا لكم أنا آخر الفرسان عزمي عصا موسى أهش بها على قطاع طرق الله كالقطعان ويدايا من أذر الرسول تقوة يصمد خوار العجل في الأوذان إني أنا سامي حقا من أبي نوح ورست بطولة الطوفان عصفت على الأحزاب ريح النصر لي فاقفر رواد النمل قيد ذواني أنا من تعبط أرضه إن لم أكن من ساكنيها فهي من سكاني إني إني كتبت قصيدة الطوفان في إني كتبت قصيدة الطوفان ضمن غلاف غزة فاقرأوا ديواني أنا شاعر الأرض المدندن نبضها ضاقت بحور الأرض عن أوزاني والتين والزيتون إني هاهنا باقي من الأقصى المقدس داني تسري إلى روحي نسائم روحه قد باركت وطني يد الرحمن فأنا فلسطين وغزة مهجتي وطني تقدس ليس كالأوطان الأرض ومعي تحارب صخرها من طينتي أشجارها أجفاني لماؤها وغذاؤها وهواؤها يا للخني الجائع الضمآن يا حارق العنقاء غزة إنها برمادها سيقوم جيل ذاني تتفاعل الأنقاض والأشلاه من أغبارها فالهدم كالبنيان عبذاً تحاول أن تكون بموتها هذه السجينة لعنة السجان أعود إلى وطني الذي هو عب على كتفي حقيقة وهو صخرة سيزيف تباهت بنات الشعر أني سميرها ولي من قلوب العاشقين كبيرها وسعت جمال الكون حباً عزفته نشيداً فروحي في القوافي عصيرها تأبطت من أرواح ملؤون شاعر أساطير أبنيها ولا أستعيرها أنا من صميم الضاد مملكة الرؤى ببيت القصيد البدعي جل سريرها على صهوات الريح أغزو مدى المدى طواحين في سحق الحياة نعيرها فهل لي إلى شنقيط أوب يريحني فكم شاقني من الجنال سعيرها ومهما تراودني سواها تبرجاً فلي كعبة في رملها أستجيرها أواصفها أواصفها آخر آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر